نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلولومير والبداية مع العنوين في مقابلتي العامة مع المؤمنين البابا فرانسيس يتحدث عن فضيلة المحبة في قمة البحرين جلالة الملك يؤكد أن الأردن ملتزم بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس الكاردنال بيت سبالة لرعاية غزة أحبكم وأرافقكم وأتابع أخباركم الأمانة العامة للشبيب المسيحية في الأردن تصدف شخصيات يمثلون ثلاثين دولة عربية وعالمية وفيها أيضاً أعياد ومناسبات كنسية في حلقة من برنامج صباحكم نور أهلاً بكم خلال مقابلته الأسبوعية مع المؤمنين والحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان واصل قداسة البابا فرانسيس تعليمه حول الرذائل والفضائل متحدثاً عن فضيلة المحبة وقال إن المحبة هي ذروة المسيرة التي قمنا بها خلال التعليم حول الفضائل مؤكداً أن التفكير في المحبة والإيمان والرجاء يوسع القلب والعقل وأشار قداسته إلى أن المسيحيين قادرون على المحبة بكل أشكالها ويختبرون المودة ذاتها إزاء الأصدقاء وحب الوطن ومحبة البشرية جمعاً إلا أن هناك محبة أكبر تمكننا من أن نحب الله وأن نكون أصدقائه وأن نحب القريبة كما يحبه الله وأكد الأبو الأقدس ضرورة الصلاة من أجل السلام ومن أجل كل الشعوب التي تتألم جراء الحروب قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن ما تشهده غزة اليوم من تدميراً سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلمة وستحتاج لسنوات لتستعيد عافيتها وأكد جلالته في مؤتمر القمة العربي الذي عقد مؤخراً في البحرين أن الأردن سيواصل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة ولفت جلالة الملك إلى ضرورة مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارج عن القانون وسيادة الدولة وأعمال هذه العصابات الإجرامية وخصوصاً تهريب المخدرات والأسلحة التي تصدى لها الأردن بحزماً منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارج هذا وقد دعت القمة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما أكد القادة العرب على موقفهم الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والدعوة كذلك إلى اتخاذ إجراءات رازعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض وإدانة هذه الأعمال لما لها من تأثير سلبياً على السلم الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار استضافت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن أعمال المؤتمر العالم السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحية الذي يعقد في عمان بحضور أكثر من مئة شخصاً يمثلون حوالي ثلاثين دولة شقيقة وصديقة وقد ناقش المؤتمرون عدة موضوعات منها التعايش الديني والسلام والعدالة في التعليم وتأثير الإعلام على الثقافة الاجتماعية إضافة إلى موضوع البيئة والزراع الذكية تفاصيل أوفى حول جلسات المؤتمر في التقرير التالي مندوبة عن سمو الأمير علي بن حسين رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالم السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحية الذي يعقد في عمان في مركز سيدة السلام طريق المطار بمشاركة رسمية تضم أكثر من مئة عضو من ثلاثين دولة حول العالم بالإضافة إلى الدولة المستضيفة الأردن وفي بداية الجلسة وقف الجميع دقيقة صمت وصلاة من أجل أرواح شهداء غزة تلا ذلك تقديم نبذة عن حركة الشبيبة الطالبة المسيحية من خلال فيديو والتي تأسست عام 1930 في فرنسا وهي منظمة كاثوليكية غير ربحية وغير حكومية تهدف إلى تطوير الذات وإمكانيات الشباب بصورة إيجابية كما تسعى لنشر ثقافة العيش المشترك واحترام الآخر والمشاركة الفاعلة في تطوير المجتمعات بالإضافة إلى تشجيع التواصل بين الدول من خلال تطبيق أنشطة متنوعة حول العالم لبناء السلام والتنمية في شتى المجالات وقد جاء في كلمة الافتتاح أن هذا المؤتمر العالمي بنسخته السابعة عشرة يقام لثاني مرة في دولة عربية وإنه لفخر أن يستضيف أردن السلام والأمان والأخوة والعيش المشترك مؤتمرا يرتكز إلى عدة محاورة تهم الشباب في عالمنا اليوم وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم عن حركة الشبيبة الطالبة المسيحية هذا وألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السيد إبراهيم سلم الأمين العام للشبيبة في الأردن أعرب فيها عن مدى فخره لاختيار الأردن كدولة مستضيفة للحدث الأهم على مستوي الشبيبة في العالم كما عبر عن رجائه في أن يزهر نجاح هذا المؤتمر بحلول للمشاكل المطروحة شاكرا كل المساهمين والداعمين لتحضير وتنفيذ وإنجاح هذا المؤتمر ولن تقتصر نتائج هذا المؤتمر على إجابات مكتوبة أو مقرؤة بل لا بد لنا من أن نخرج من هذا المؤتمر بحلول تبصرها الأعين على أرض الواقع لذلك اسمحوا لي في نهاية كلمتي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ودعم وساند في التحضير والتنفيذ وإن شاء الله في إنجاح هذا المؤتمر من الأشخاص والجهات والمؤسسات الكنسية والحكومية والمدنية وكل الشكر لكم جميعا بتشريفنا بحضوركم وندعوكم لدعم عمل الشبيبة وللعمل معا يدا بيد لتحقيق حياة أكمل في واقع أجمل لجيل أفضل كما قدمت وزيرة الثقافة هفاء النجار موجزا عن موقف الأردن تجاه التحديات المحيطة به مشيرة إلى أن الأردن يؤمن على الدوام بالحوار المنفتح والمرحب دوما بضيوفه مؤكدة دعم وزارة الثقافة لهذا المؤتمر من خلال تقديم جوقة موزيكا التي رحبت بالوفود المشاركة من دول العالم بفقرة في الكلورية تضمنت مجموعة أغاني وطنية بالإضافة إلى دعاء مرتل لغزة نفتتح بالمحبة ونختتم بالمحبة هذا هو الأردن الحدن الدافئ الحنون الذي يستقبل الجميع بحضنه الدافئ وبمنتهى الحنية والحرية لنتشارك ونختلف ونتحاور ونتعاضض ونتكاتف ونخرج دائما بأفكار جديدة معا عندما نتحاور وعندما نتحدث وعندما نتعمق في طرح قضيانا بالتأكيد دائما السمو والملكي أرى الطفل يرنو لصوب الغروب فيبصر نجما شديد السطو فيجترك أن الحياة رجاء وأن الرجاء طريق القلوب إلهي أزل عنك أرب الحروب وقاطي الصغار ابتساما وبحكا وجدت صفاء القلوب كما ألقيت كلمة السيد إنوسينت أودونغو الأمين العام لحركة الشبيبة الطالبة المسيحية العالمية التي أكد فيها على أنه بالالتزام بمحاور المؤتمر سنغدو في عالم مستدام من السلام والعدالة بقيادة شبابية سنغدو في العام لحركة الشبيبة الطالبة سنغدو 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 الأمين والدواجات التي توجدنا هنا في هذا المعام في الحياة لحياة نحن الموضوع Joining us here today, we have got delegations from Australia, Burundi, Cameroon, China, Cote d'Ivoire, Egypt, France, Germany, India, Indonesia, Kenya, Lebanon, Nigeria, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, State of Palestine, Syria, Togo, Uganda, and of course, our wonderful host, Jordan. وعبر الأمين العام للشبيبة الطالبة المسيحية في سوريا السيد هادي طنوس عن فخره بهذا التجمع وبشكل خاص لكونه في منطقة الشرق الأوسط كما أشار لضرورة الاستماع للخبرات وتبادل التجارب كونهما الطريق الأجود لمواجهة التحديات العالمية ومن غيرنا الأجدر بالتفكير في قضايا التعليم ونحن الشبيبة الطالبة المسيحية التي انطلقت وما زالت تقدم نشاطاتها في المدارس وتعمل مع الطلاب فنحن الأكثر أهلا بنقل واقع الطلاب وتمثيلهم أما موقفنا تجاه شركائنا في الوطن فما علينا سوى أن نخبر عنه بعفوية دون تصنع ورصف كلمات يكفي بأن نخبر بأننا ندرس على نفس المقاعد نرتاد نفس الأماكن ونشارك في الأنشطة عينها نعمل سويا ونحيا سويا هي رسالتنا في العيش المشترك فمنطقتنا ورغم ما يتم تصديره من بعض الصور الموجهة لأهداف بعينها إلا أن الحياة المشتركة نحن صناعها ونحن من يحياها وركز الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في كلمته على التعايش الدين والسلام مشيرا فيها إلى ضرورة جعل الاختلاف حافزا للتقارب والتعاون والتصدي لكل ما يسعى للتفرقة كما ألقى الدكتور طلال أبو غزاله كلمة في العدالة الاجتماعية والتعليم وفي المنحنة البيئية قدم الدكتور نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية كلمته في البيئة والزراعة الذكية ومن جهته تحدث مدير مركز الكاتوليك للدراسات والإعلام حول تأثير الإعلام على الثقافة المجتمعية وانتهت الجلسة بتوزيع الدروع التكريمية للسادة المتحدثين وكان المؤتمر العالمي السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحية قد انطلق بالقداس الافتتاحي في كنيسة الراعي الصالح مركز سيدة السلام والذي ترأسه الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي في الأردن بمشاركة البطريرك السابق فؤاد طوال وعدد من كهنة الأردن والدول المشاركة في المؤتمر وبحضور مميز من أبناء شبيبة الأردن وعائلاتهم وأبناء الشبيبات من مختلف أنحاء العالم وفي العظة يوجه الأب شويحات أبناء الشبيبة ليدركوا ما عندهم من مواهب ونعم ليقدموها بهمة لخدمة الوطن والكنيسة ليس عندنا فقط أزمات ومخاوف لكن عندنا الكثير من المواهب ومواهبنا ومواهبكم كثيرة وهي على أنواع لكن نستمدها كلها من روح الله الواحد الخدمات على أنواع أحبائي لكل منكم موهبة فيكم الحكماء فيكم الأذكياء فيكم القادة والمتفائلون وأصحاب العقول النيرة المتعمقين في المعرفة والقوة والسزاعة والسهادة والسهادة المطلوب منا كثبيبا أن نسخر هذه المواهب لخدمة مجتمعاتنا وسبابنا وكنائزنا وجميع الحركات التي تعمل على إثراء الناس هذا من وجهة نظر علمية تجريدية بوضع أنفسنا آية وراية وأدوات لنسر المعرفة والارتقاء بالإنسان إلى أعلى مراتب الإنسانية وثمن المرشد الروح العام للشبيبة المسيحية في الأردن الأب وجد طوال في كلمته الجهود المشتركة المبذولة في سبيل إقامة هذا الحدث المهيب على المستوى العالمي وأن الشباب قلب الأردن النابض ونور يصطع في الكنيسة اجتمعنا اليوم الشبيبة من مختلف أنحاء العالم لقراءة جديدة لعالمنا والانطلاق جديدة نحو مستقبلنا لذا أحيي باسمكم جميعا باسم البطرياركية اللاتينية وباسم الشبيبة الأردنية بكل إخوتنا وأخواتنا القادمين من مختلف دول العالم أبناء الشبيبة أدعوكم جميعا إخوتي وأخواتي للصلاة من أجل كل شاب وشابة يقدمون ذواتهم من أجل الوطن والكنيسة وضمن فعاليات المؤتمر أقيم قداس الأحد في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام طريق المطار وقد ترأس القداس سعادة السفير البابوي المطران دالتوزو بحضور أعضاء الوافد وجمع كبير من المؤمنين في سر قيامة المسيحي ربنا نستمتو الغفران منتف مباركو من دين صلبه أعطاء 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 من دين صلبه وضمن أعمال المؤتمر العالم السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحية أقيمت على مسرح الجامعة الأمريكية في مادبة ندوة حول التعليم تضمنت كلمة ترحيبية من الأمين العام للشبيبة في الأردن السيد إبراهيم المسلم قال فيها إن الشبيبة شريك أساسي في مجال التعليم وما يرى في تأثيرها على منتسبيها لشاهد على أهميتها ودورها في بناء الأجيال بعدها أبدى الدكتور مأمون عكروش في كلمته تأكيده على أهمية الوعي ومواكبة المستجدات وتكاتف الجهود فيما يخص الشباب لصناعة مستقبل مزدهر ومتقدم دون تهميش الجانب الإنساني في حياة المجتمعات والثقافات واختتمت الندوة بلقاء العديد من الكلمات حول التكنولوجيا والإنترنت والتعليم الأكاديمي والحر وغيرها من الموضوعات وعقبها حفل توزيع الدروع على المتحدثين في خطوة تعبر عن قوة الروابط الإنسانية قام غبطة الكاردينال بيرباتيسيا باتسبالا بطريرك القدس للاتين بزيارة رعوية إلى غزة التقى خلالها رعاية كنستي العائلة المقدسة اللاتينية مبريفوريوس للروم الأرثوذوكس تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة في سياق التقرير التالي اختتم غبطة الكاردينال بيتسبالا والوفد المرافق زيارة رعوية قام بها إلى غزة التقى خلالها بأبناء رعية العائلة المقدسة الذين يعانون من الحرب لتشجيعهم وإصال رسالة أمل وتضامن معهم ويتألف الوفد من المسؤول في جمعية فرسان مالطا دي فرانسيس وكاهن رعية غزة الأب جبرائيل رومانيلي وفور وصوله ترأس غبطته قداسا إلهيا في كنيسة العائلة المقدسة وأثناء لقائه أبناء الكنيسة خاطب المقيمين فيها قائلا أنا الآن معكم أحبكم وأرافقكم وأتابع أخباركم ثقوا تماما أننا نعمل ونسعى من أجل سلام عادل وشامل وحقيقي وفي بادرة تعكس الوحدة بين الطوائف المسيحية قام غبطته بزيارة مجاملة لرعية القديس بريفيريوس الأرثوذكسية حيث التقى هناك الأب سيلاس وأبناء وبنات الرعية والنازحين في الكنيسة وتفقد الأضرار التي لحقت بالكنيستين ومحيطهما جراء القصف الإسرائيلي المستمر وخلال زيارة التي استمرت عدة أيام شرك غبطته أبناء المجتمع المحلي أوقات معمقة من الرحانية والتأمل مؤكدا على أهمية التعاضد والتكافل في مواجهة الصعاب كما زار الكاردينال بيتسابالا إحدى المدارس المسيحية وتفقد فيها أحوال العائلات الساكنين في الغرف الصفية في المدرسة وخلال زيارة الرعوية احتفل غبطة بطرييرك القدس للاتين في كنيسة العائلة المقدسة بالقداس الإلهي بعيد العنصرة ومنح طالبين من أبناء الرعية سري التثبيت وهما جورج رمزي وسلام سابا واختتم الكاردينال بيتسابالا زيارته التاريخية إلى غزة بمباركة إعادة افتتاح مخبز العائلات في المدينة الذي تملكه عائلة مسيحية ويخدم الجميع من حوله وقد تضرر المخبز جزئيا بسبب النزاع المستمر حيث تعتبر هذه الخطوة رمزا للصمود والإصرار على الحياة في وجه الصعاب وعقب الزيارة علق غبطته قائلا دخلت إلى غزة في الأسبوع الذي نصلي فيه من أجل حلول الروح القدس أي العنصرة وأنها لنعمة كبيرة أن أكون مع رعيتي الذين يعانون الحرب والدمار حملت معي أملا بحياة جديدة وهم علموني درسا واضحا لن أنساه إن قوة إيمانهم ممزوجة بابتسامتهم الطيبة التي أثرت فيي وفي حياتي كنت أرى في عيونهم الأمل والرجاء وكانوا يقولون لي سنبقى هنا بما أن الكنيسة بقيت معنا فنحن معها ولن نخاف حقا لقد تأثرت كثيرا بمواقفهم وإيمانهم ومن جهتها قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن زيارة بطريير كيلقوتس للاتين الكاردنال بيير باتيستا بيت سابالا إلى قطاع غزة وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع للشهر الثامن على التوالي تشكل رسالة لقادة العالم من أجل العمل على وقف الحرب وتحقيق السلام العادل الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني كما أكدت اللجنة على لسان رئيسها رمز خوري أهمية وأثر هذه الزيارة وانعكاسها على أبناء الشعب الفلسطيني وبشكل خاص على المواطنين الذين لجأوا للكنائس منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في لزة من جهة ثانية وخلال ترأسه لقداس في كنيسة البشارة في بيت جالة كان غبطة الكاردينال باتس بالا قد وجه تحية محبة إلى أبناء الرعية في قطاع غزة وحياهم على صمودهم في ظل الحرب المستمرة في القطاع راجيا انتهاء الحربي وأحلال السلام العادل والشامل المزيد في رسالة الأرض المقدسة ثمنا غبطة الكاردينال بيير باتستا باتسابالة باترياركو القدسي للاتين الدورة الكبيرة الذي تقوم به الجمعية الرهبنية في الأرض المقدسة وقال في عدد القداس التي ألقاها في كنيسة البشارة في بيت جالة أمام حجد من المطارنة والأباء الكهنة بمناسبة مرور أربعين سنة على تأسيس رهبنة الكلمة المتجسد ومرور ثلاثين عاما على وجود أول مرسل من الرهبنة في الأرض المقدسة وقال أنكم تستمدون روحانياتكم من سر التجسد وتعملون في الأرض المقدسة على أن تتجسدوا في الأماكن الصعبة أو بالأحرى في الأماكن المرفوضة لتكونوا حضور الله بين شعبه كما أكد غبطته على اندماجهم الفعلي مع إكليروس الأرض المقدسة ومشاركتهم في كل النشاطات الرعوية والروحية وقد وجه غبطته أيضا تحية محبة وصلاة إلى الأب يوسف الكاهن المساعد في غزة وإلى الرهبات وخاصة راهبات الكلمة المتجسد هناك الذين يعانون نتيجة الحرب رافعين الصلاة من أجلهم ومن أجل انتهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل موسيقى موسيقى إنه اليوم نحتفل أربعين سنة لتأسيس لعائلتنا الرهبانية للكلمة المتجسد في الأرجنتين وثلاثين سنة لحضرنا هنا في الأرض المقدسة الحمد لله بعد ثلاثين سنة الله أعطانا كثير من النعم ومنهم الكاهنة والرهبات والألمانيين الموجودين مش فقط هون في فلسطين لكن كمان في شمال في الأردن في العراق في سوريا في مصر وهاي نعمة كبيرة جدا جدا ولسيما بدنا نذكر إنه من 19 سنة بلشنا خدمة في رعية العائلة المقدسة في غزة أن نخدم يسوى المسيح أفضل إشي نقدر إحنا نكتشف في حياتنا ما تتصوروا إنه سهل أن نخدم بغزة أن أعايش بغزة في آخر خمس سنين ولا زالنا نكون كاهنة الرأية هناك لكن مش سهل أن أعايش في الأرض المقدسة طبعا لكن وينما كان حتى في السويسرا حتى في الأرجنتين كلنا في واضي الدموع ولكن إذا نؤمن بيسوى المسيح إذا نرجو الحياة البادية إذا نحب بعضنا بعضا السلام الداخل اللي نختبر هذا بداية السماء وشان هيك إنه اللي بشعر كمان الدعوة فما تخاف نحكي له يا الله يسوى نعم يا رب أنا أريد أنا أريد أن أخدمك وأن أخدم الإخوة باسمك وقد تخلل القداس تجديد النظور لعائلة الرهبن المتجسد أمام الهيكل بأجواء من الفرح والسلام وبعد القداس تم تقديم التهاني بهذه المناسبة وكان الأب المؤسس كارول بويلا قام بتأسيس هذه الجمعية الرهبانية وإشاد عند تأسيسها على ضرورة حب الأرض المقدسة والانتماء لها كما أنه لا بد لكل من سينتمي إلى هذه الرهبنة أن يزور ولو لمرة واحدة الأرض المقدسة قبر الخلاص ليبشر بالمسيح القائم ومن هنا بدأ العديد من الرهبان والراهبات بالقدوم إلى الأرض المقدسة وقد كان لأصحاب الغبطة البطاريكا الفضل الكبير في وجودهم واندماجهم في المجتمع المحلي فهم حاليا يقومون بخدمة عدد من الرعاية في فلسطين والأردن بالإضافة إلى مجموعة من الملاجئ والمراكز الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة ودور العجزة وكان قد عاون الكاردينال في القداس البطريارك السابق ميشيل صباح والمطران بولوس مار قدسو والمطران مار أفرام يعقوب سمعان النائب البطرياركي للسريان الكاتوليك والمطران نتالي ورئيس المحل الإكليركي الأب بيرنارد بوجي وكاهن الرعياء الأب حن سالم وكهنة الكلمة المتجسد وعدد كبير من الرهبات والكهنة والشمامسة وطلاب المحل الإكليركي والجوقة وممثلوا المؤسسات وحجد كبير من المؤمنين أنا من مصر والرهبانية من الأرجنتين أسسها البادر بويلة وإحنا وصلنا لأعراض المكدسة وصلوا الكهنة قابلينا من 30 سنة وإحنا موجودين هنا في كزرعية ونشكر ربنا على كل النعم والخيارات اللي عطانا في هذا 30 سنة للنرسات مارلن الحدوى من كنيسة سيدة البشارة بيت جالا يحتفل الأردنيون هذه الأيام بالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة هذا اليوم الوطني الذي يستذكرون فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم الغالي حيث يفتخر الأردنيون وهم يرون بلدهم يحتلوا المكان اللائق به على المستويين الدولي والإقليمي ليبقى على الدوام نموذجا للإجاز والعطاء والخير في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة وبهذه المناسبة الغالية يتقدم مكتب فضائية نيورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأسماءات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة راجين الله أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار وأن يعم السلام في الأرض المقدسة أقام جمعية دار الكتاب المقدس بالشراكة مع الإدارة العامة لمدارس بطرياركية الروم الأرثوذكس في الأردن مسابقة الكتاب المقدس للعام الدراسي الجاري وقد شاركت في المسابقة 11 مدرسة من مدارس البطرياركية المنتشرة في محافظات المملكة ممثلة ب150 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار وقد فازت مدارس فئة الصفوف الصغرى بالمراكز الثلاثة في كل من الفحيص والسلط وعنجرة أما فئة الصفوف الكبرى فقد فازت في المسابقة مدارس الفحيص وصففية مكرر كما فازت طالب يامن حجزين من مدرسة الروم الأرثوذكس الفحيص كأفضل متسابقا عن فئة الصفوف الصغرى والطالب جورج طاشمان بالمتسابق الأفضل عن فئة الصفوف الكبرى استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبن بالحداد على فضائية نورسات الدكتور فارس بريزات رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء في حلقة جديدة بعنوان بتراء مقصد للسياحة والحج حيث ناقشت الحلقة أهمية هذه المحمية في جلب أعداد كبيرة من الزوار للأردن إذ يوجد بها عشر كنائس تاريخية موثقة وأهمها الكنيسة البيزنطية بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي تطرق لها البرنامج ونمعنا هذه الجهود كان لابد من أن تنعكس على تنمية المجتمع الأردني وأنا عندما بدأت أفكر بما هي المنتجات السياحية التي يمكن أن تكون عامل أساسي في دفع عجلة التنمية هناك أكثر من عشرة أنواع من السياحة التي يمكن العمل عليها خصوصا في المناطق النائية أو المناطق البعيدة عن المدن فكرت بالمقتص مثلا أو أم الجمال أو أم الرصاص أو أدرح هذه كلها نسبة عدد السكان التي فيها قليلة جدا من ناحية ومن ناحية أخرى زاخرة بالتاريخ ما ينقصها هو أن تكون موجودة على خرائط السياحة العالمية سواء كانت هذه السياحة الثقافية أو غيرها والسياحة الدينية من هنا أنا بدأت أفكر مثلا بموضوع كيف يمكن لنا أن نستثمر المغطس للحج المسيحي والسياحة الثقافية أيضا وبنفس الوقت أن نقوم بتوفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا حول هذا المنتج السياحي المهم على مستوى العالم البعد الثاني أن الأردن بلد يحظى بإحترام كبير جدا في العالم سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أفريكا في كل مكان أمريكا اللاتينية أينما وليت وجهك ستجد هناك احترام للأردن واحترام للقيادة التي نفخر بها جميعا بأنها قيادة تقود البلد دائما إلى بر الأمان سيدنا الله يطول عمره ولي عهده الحكومة الكل يعمل ما يستطيع لك يجنب الأردن الكوارث التي تحيط به في خيط النار وفي طوق النار والحمد لله برغم كل المصائب التي مرت بها المنطقة الأردن تمكن من أن يجتازها بحنكة وأيضا دون أن يفرط بالمبادئ الأمة سواء كان بالالتزام الأخلاقي أو الإنساني أو الديني أو القيمي اعتجاه القضية الفلسطينية تحديدا أو عدم قبول احتلال أراضي عربية سواء كانت في العراق أو سوريا أو غيرها هذه جميعها تؤشر إلى البعد السياسي الدولي للحج المسيحي في الأردن ولزيارة الأماكن الإسلامية لأنه أنت جزء من هذا الإرث العالمي الذي يؤمن به مليارات الناس مليارات المسيحيين مليارات المسلمين فأنت تتحدث عن نصف سكان العالم من مسلمين ومسيحيين لهم ارتباط في هذه الأرض من الناحية الدينية الروحية العاطفية القيمية فهذا وزن سياسي استراتيجي ينبغي ويجب أن يترجم يجب أن تصل كل هذه الأشياء كل هذه المعلومات هذه الأهمية إلى كل بيت مسيحي وإلى كل بيت مسلم في العالم جميع في كل أطراف العالم في كلية دولاسال الفرير رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين في قصر الثقافة بعمان حفلة خريج الفوج السابع والستين من طلبة الثانوية العامة النظام الوطني وعددهم سبعة وتسعون طالبا وطالبة وبعد دخول موكب الخريجين ألقى المرشد الروحي للفرير الأخ الراهب فاد سفير كلمة ترحبية أعقبها كلمة لمدير عام الكلية الدكتورة رائدة قصر رحبت من خلالها بسمو الأمير فيصل والضيوف الكرام وفي نهاية الحفلة اجتمل على كلمات للخريجين ووصلات غنائية قدمتها جوقة الكلية وزع سمو رعي الحفل الشهاداتي على خريجي المدرسة ويذكر أن الكلية تقدم للطلبة برامج تعليمية متميزة وذلك لرفض الوطن بقوافلة من الطلبة المبدعين في عمل فني يهدف إلى هزيمة الباطل وعودة الحق إلى أصحابه أقامت كلية تيرسانتا بعمان حفلة السنوي والذي جاء هذا العام بعنوان الحق يعلو وهي من أداء وتقديم طلبة الكلية وقد استمد هذا العمل من خلال حكايات وقصص رفضت الظلمة والاحتلالة ودعت إلى الحرية والعدالة وقد رعت الحفلة الذي أقيم على مسرح الكلية السيدة لينة تل مدير عام المركز الوطني للثقافة والفنون وقدس الأب رشيد مستريح مدير عام كلية تيرسانتا بحضور عدد من الكهنة والأخوات الراهبات وأولياء الأمور وأصدقاء الكلية وقد تزين العمل برقصات متنوعة اجتملت على أنواع الرقص العالمية المختلفة والرقص الشركسي والدبكة الأردنية وباقة من أجمل الأغنيات الوطنية وفي ختام الحفلة ألقى قدس الأب رشيد مستريح كلمة عبر فيها عن مدى فخره واعتزازه بمسيرة الكلية التعليمية والتربوية احتفلت روضة راهبات الوردية في مرج الحمام باليوبي للفضي لتأسيس روضة المدرسة حيث أقامت بهذه المناسبة حفلا رعته النائب الأقليمي للرهبرة الأخت مدلين دبابني بمشاركة مديرة المدرسة الأخت كلارا المعشر ومديرة الروضة الأخت جوزفين وعدد من راهبات الوردية كما حضرت الاحتفال الدكتورة باسم السمعان المديرة الأقليمية لفضائية نورسات في الأردن وفلسطين وعدد كبير من أهالي الطلبة ابتدى الحفل بالسلام الملكي تلاه كلمة ترحيبية بالحضور ثم كلمة الإدارة وعقبها رقصات إيقاعية وفقرات فنية وموسيقية وأوبريت كما عرض فيديو عن رسالة وحياة الرهبات وعرض آخر بعنوان مرج الحمام رمزا ومكانة واختتم الاحتفال بتقديم شكر للعائلة التربوية في أسرة راهبات الوردية كان اليوم احتفالنا بيوبيل مدرسة صارت عمرها وتأسست في مرج الحمام 25 سنة بأطفال وأجيال تخرجت منها المدرسة وكانت فخر واحتزاز لنا فكرنا أن نجسد شوي عن تاريخ المدرسة بتأسيسها بالأردن وبالمنطقة اللي كانوا فيها يعني المعلمات كتير تعبوا معهم أنهم أبدعوا بهالفقرات اللي حصلت اليوم ونتمنى للجميع الصحة والعافية والشكر للجميع بتوقع صر نجاح المدرسة كان منطلق من المحبة اللي كانت موجودة السعي نحو السلام الانتماء للمجتمع الأردني والإصرار على إثبات الوجود سواء محليا أو عالميا بس هذا ما بيصير كله بفريق مدرسي وبإدارة هو بيصير بمسير كل أفراد الفريق خلينا نقول من معلمين من كادر إداري من أبناء الوردية كطلبة من وعي وتعاون أولياء أمور ومشاركتهم للرسالة اللي بتساعد إدارة المدرسة وكادرها للوصول يمكن لأهم الأماكن بدعوة من رئيس مجلس إدارة بيت الذاكرة الدكتور جودة منع أقيم في قاعة فيصل الحسيني التابعة للبيت حفل تسليم جوائز لعدد من الكتاب والأدباء الأردنيين والعرب عن أفضل الموضوعات التي كتبت عن المدينة المقدسة وهي جائزة أعلنها ملتقى المثقفين لأنشط مؤسسة تعمل لأجل القدس ويشمل التكريم أدباء أردنيين صدرت بأسمائهم كتب حول مدينة القدس واستهل اللقاء بكلمة ترحيب ألقاها الدكتور منع أبرز خلالها أهمية الجائزة في تكريم وتشجيع الأدباء والكتاب والمؤسسات في العالم العربي على الاستمرار في إثراء الأدب والشعر بأعمالهم ومؤلفاتهم لإبقاء قضية مدينة القدس حية في ضمير الشعوب واعتبر منع في كلمته أن العلاقات الأردنية الفلسطينية المميزة والمتوجة بالوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية تبخض عنها مواقف وطنية وقومية كان لها أثر هام على مواقف دولية تجاه القدس وفلسطين في خدمة القدس الإلهي الذي ترأسه الإرشمدريد خريستوفوروس في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بحضور جمع من المؤمنين وصف قدسه في عيضاته المحبة القوية التي رسمها يوسف الرامي عند طلبه جسد يسوع من السلطات بالجرأة الشجاعة وأضاف هذه المحبة المرجوة محبة الحرية والبذل والعطاء نحو الآخر وليست محبة العبودية الأنانية المستهلكة ودع الإرشمدريد خريستوفوروس المصلين إلى الحرص من تدخلات إبليس في حياتنا حتى لا يحول محبتنا إلى أنانية ونصحهم بالدخول مع المسيح في ألامه لنقوم معه ونكون أبناء الملكوت ثم تطرق إلى علاقة الأباء بالأبناء قائلا اشملوا أبناءكم بمحبة المسيح عوانه في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة نظمت الكاتدرائية الأسقفية الإنجليكانية في العاصمة البرازيلية لقاءا من أجل الشهداء في غزة ولوقف الحرب وتحقيق السلام في فلسطين وقال أسقف الكاتدرائية في كلمته إن هذه الصلاة تأتي كواجب إنساني وأخلاقي في التضامن مع الإنسان المتألم والتعبير عن التأثر الكبير جراء سقوط آلاف الأرواح البريئة في فلسطين وخاصة في غزة المنكوبة والجريحة وأشار إلى أن ما يحدث في غزة ليس حربا بل هو إبادة جماعية لا يمكن تبريرها مؤكدا أن الكنيسة تقف دائما ضد الظلم وتدعو إلى تحقيق العدالة قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شريحة حلقة خاصة ومميزة بمناسبة العيد الرابع والثلاثين لتلفزيون تليلومير وبهذه المناسبة عرضت الحلقة للناشطات نورسات من خلال مكتبها في الأردن كما هنأ البرنامج أسرة نورسات الدولية وتطرق أيضا لعياد القديسين التي تصادف هذه الأيام فإلى هناك نورسات رسالتها رسالة مسكنية مثل هذه الترنيمة التي تسمعها بالإشارة في بداية هذا البرنامج رسالتها مسكنية معنات مسكنية يعني بتبث لكل الكنائس العائلات الكنائسية الكاثوليكية الأرثوذكسية الشرقية والغربية من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وكل بعبر كل القارات فهذا مجهود كتير كبير اللي بيستس به بتعملوا نورسات لا تنشر هالكلمة والحلو بالموضوع إنه قدي الإعلام تكاليف غالية ولازم دول والحكومات تصرف على رسالة الإعلام تتبقى تغطي وتبقى تنشر وتبقى تغطي هالمصاريف العالية وهالكاليف العالية خاصة لما تطلع فضائيات إنه نورسات لا هي تاب على أي حكومة لا تاب على أي حزب لا تاب على أي بلد يعني معطي كل محبتها وكل خدمتها وعطائها لكل العالم لكل مسيحيين في هذا العالم وإرادها مثل فلسل أرملة يعني هاي أنا بعتبرها أعجوبة لأنه قدي الواحد لما بقعد بده يجمع تبرقات بتعب تيجمع هالقرش يعني في كتير جهد في كتير حكي وفي كتير إقناع مع أنه نورسات ما بده إقناعه ما بده لما منقول أنه مثلا أنه بيساعده أو شي فبس بالفعل يعني نورسات معتمدة على فلسل أرملة نحن هون مش عم نحكي على موضوع جمع تبرعات أو شي لكن اعتماد محطة مثل هيك برغم من مصاريفها العالية وتكلفة البث وتكلفة الإعلام أنه فلسل أرملة قادر 34 سنة إنها تستمر وظلها مفتوحة أنا بعتبرها أعجوبة إلهية وربنا أراد لنورسات إنها تظلها مستمرة وبيعطي بالرغم من أنه أحيانا لا نجد لكن كملة مسيرتها نورسات وما سكرت بالرغم من الحرب وتعرض المحطات وتعرض الاستوديوهات للضرب وللقنابل وللتحديم رجعت وبنات ووقفت ع حق إجريها وبنات حالها ورجعت بنات الاستوديوهات من جديد بالرغم من اللي مر علينا بألفين وتمنطعش على مرفأ بيروت تسع استوديوهات اتدمرت من منطقة المحيطة بالمرفأ للنورسات بالرغم من هيك رجعوا ووقفوا عجريهم كانوا يطلعوا من بيوتهم يطلعوا من أماكن ما هنعيشين من الكنائس المجاورة بس إنه ما يتوقف البدء وما يوقف الإرسال وبالرغم من كورونا والتحديات وبالرغم من الوضع اللبنان الاقتصادي الصعب برضو ظلت مستمرة نورسات عادة المحطات الفضائية إما هي قبطية اليوم اللي نازلي على الأقمار الصناعية بالباث إما محطات قبطية إما محطات ارتوذكسية إما محطات كاتوليكية المحطة الوحيدة حسب ما أنا بتابع هي النورسات المحطة الوحيدة المسكونية يعني كل محطة عم تنزل في إلها توجه لعائلة كنسية معينة أنت ما بتحب كلمة طائفة عائلات كنسية مختلفة إلا النورسات بنشوف الكاهن الأرتوذكسي بنشوف الكاهن الماروني بنشوف الرومي الكاتوليك بنشوف السرياني الأرمني بنشوف كل العائلات الكنسية محطة الوحيدة ونقطة ثانية في عالم الفضائيات بنشوف أن النورسات ما بيطلع لها دعايات ما في يذهب ريع كده لكده هالسبونسورات هالها ما في كلها جايزة ما تفضلتي فهاي كمان من الصعوبات كل الفضائيات اليوم تقوم على الدعايات نعم الدخل التجاري ونخليها تدفع معاشات للموظفين للأجهزة المستخدمة لهاي الأمور كلاياتها فهاي من مميزات النورسات برسالتها بهال 34 سنة نعم أنا بدي بسيك أخطط في شوية من كلمة سيدنا البطرك الراعي في احتفال العنصرة عيد تيلي لوميير لما قال أنه غرفة واحدة كانت ومحطة تلفزيونية كبيرة صارت أنها تيلي لوميير في ربع قرن أطلت عام التسعين على عالم الإعلام المرئي فأشعل الروح القدس غيرت بعض العلمانيين على كنيستهم ووطنهم والإنسان الذي مزقته الحرب فنفضوا عنهم غبار الحرب وبادروا إلى التأسيس وهم الأخ نور ورفاقه الراحلان الرئيس شارل الحلو والوزير جورج أفرام والمطرانين شارل راعي والراحل حبيب باشا الأب العام جورج حرب جاكل كلاسي جورج معوض رولانا الصار أنتوان سعد كريستين دباني فقدموا تليلوميير إلى اللبنانيين الخارجين من نفق الحرب المظلم كمحطة مسكونية لا سياسية ولا تجارية ولا حزبية هدفها نشر قيم المسيحية العدالة والمحبة والحرية وحقوق الإنسان ما دفع الكنيسة إلى تبني مشروحها بإشراف من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان وإدارة مجلس يضم مسؤولين دينيين وعلمانيين مندفعين ينظم العلاقة بين السلطة الكنسية والتلفزيون بروتوكول تعاون ومع إطلاق فضائياتها الستة كان لها موقعها الألكتروني وبرامجها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لتثبت وجود كلمة الله في كل المواقع والمنصات وتعد تليلومير ونورسات من أهم وسائل الإعلام المسيحي في العالم وفي طليعة القنوات المسيحية في الشرق وأكبر قناة مسيحية ناطقة باللغة العربية ولها الصفة الجامعة لكل الكناز تخطت تليلومير كل حدود ونزعت كل عائق عبر مجموعة محطاتها 34 سنة على تليلومير 22 سنة نور سات 12 سنة نور الشباب 10 سنوات نور الشرق 9 سنوات نور مريم 8 سنوات نور القدس وخمس ومسق وفي عندنا نور إنجليش بالإنجليزي 5 سنين إلها شرعت أبوابها للجميع نورسات وضعت يدها بيد بطاركتها ورؤسائها ووحدت معهم جهودها لأجل نشر الكلمة بروح الجماعة الواحدة مؤمنين بأهمية رسالتها في هذه الأزمنة الصعبة هذا الانفتاح عبرت عنه كذلك بمحطات عديدة إذ واكبت أخبار أخبار كل الكنائس وأصفارهم غطت احتفالاتها ونقلت لترجياتها من مختلف أديارهم ورعاياهم في لبنان ودول الانتشار وذلك في كافة المناسبات والأعياد يعني كلمة معنها مختصرة بس معبرة عن هالعمل الجبار اللي قامت فيه نورستاد خلال الأربعة وثلاثين عام فبتصفي الإنسان حزين وإنسان تعبان وإنسان مهمش روحيا إذا ما بيكون فيه مصدر يستقي منه هاي الفسحة الروحية يعني الأسرار الكنسية المتابعة الفضائيات المسيحية سماع الترانيم التأمل للكتاب المقدس كلها أجواء هاي بتساعد ولكن اليوم احنا في منطقتنا يعني خصوصا بلاد الشام سوريا لبنان لأردن وفلسطين كلهجة كنوعية داتا عم تنعرض معلومات النورسات هي الأقرب لهجة ومواد ومسكونية بالضبط يعني أنا صراحة يعني أشيد بالجهد الكبير للكنائس القبطية اللي بيعملوا بس مثلا الطقس واللهجة مرات كثير ما بفهمها يعني أحيانا بالقبطي وأحيانا باللهجة ليس كثير يعني الواحد بتراتيلها وهيك ولكن النورسات لمنطقتنا إحنا بتوقع هي الأقرب يعني فبالتالي هالإنسان اللي ما بيأخذ من هالزوادي يعني إذا ما بيأخذ هو إنسان يعني بتعب حاله في الطريق الخطأ ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسره نفسه الشغل والبزنس وهذا كله موجود وهذا مطلوب من كل شبابنا أنه يبذلوا في مجهور بس معقول من كل هالوقت خلينا نقول بالسبعة أيام اللي بالأسبوع بالأربع وعشرين ساعة اللي بيهبي يوم واحد من الأسبوع يعني ما في وقت أنك تروع الكنيسة فهمنا ما في وقت أنك تكون مع شبيبي ومع نشاط فهمنا بس معقول قبل ما تنام بالليل ما في وقت تسمع المسبح على نورسات ولا تصحى الصبح وإنت بتلبس تحط على نورسات وتشوف من الصبح للمسبح معنا أبونا مش شرطي يقعد قدامي التلفزيون لا بسمع بسمع وبيشتغل بس ممكن يعني عن طريق الموجودة فيسبوك موجودة نورسات أونلاين لايف شغالة على الفيسبوك من خلال موقعها الأليفتروني يعني استعملت كل المنصات زائد اليوتيوب حبينا أنه نعطي هاي المساحة من حلقتنا بصباحكم نور لأن نورسات لأنها بتسوى وتستحق أنه نحكي عنها ونعيد بعضنا لبعض وخاصة فريق النورسات اللي بلبنان اللي مداوم معنا من خلال لخمس سنين وإحنا جايين على السادسة هلا بصباح كل يوم ثلاثاء صباح بصباحكم نور الساعة تسعة صباحا مع اختلاف الوقت بفترة الشتاء يعني كانت إحنا تعطينا ساعة زيادة كانت عشرة وهنا عندهم تسعة فكنا شوي نبحبحين بالوقت مجيكم صربعين على الصوح ونطلع على الاستوديو طبعا مع أزمة المدارس وبعد سكنانا عن الاستوديو لكن أكيد ربنا قادر أنه نكون معاكم كل صباح ثلاثاء وما أطعنا نحنا لهاي المدة كاملة بحيي كمان الطاقم الموجود العامل بعمان اللي عم بيبث وبيسجل وبيصور كل هذه الفترة اللي نحنا خدمنا فيها كمكتب الأردن مكتب إقليمي الأردن وفلسطين الأراضي المقدسة وبحيي كل من دومتنا كمان اللي بالشمال نيفين حداد اللي بتنقول لنا صار حديثا خلال هذا العام كل أخبار الشمال وحنظة لحجازين أخبار الجنوب يعني أنا بشكره بشكر على محبته وبشكر كل أشخاص اللي كمان أيضا يساعدونا في نشر كلمة ربنا سابقا واللي عملوا معنا من 2014 في هذا المكتب الأقليمي ومن 2011 اللي أسسوا معنا نورسات يعني بشكرهم على محبتهم بشكرهم على مرافقتهم لفترة تأسيس هذا المكتب واللي كان كمان بحيي أبونا حنى كل داني من خلال شارشة النورسات اللي أيضا اهتم بنورسات إنها كفضائية تكون لها مكتب ورسالة بالأردن وكل الأشخاص اللي يساعدونا على تأسيس هذا المكتب بحييهم من خلال هذا البرنامج هذا النهر ربنا يباركهم يبارك رسائلهم الإعلامية والإنسانية والكنسية بمحبتنا ومحبتكم سوا إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز مجاء فيها في مقابلتي العامة مع المؤمنين البابا فرنسيس يتحدث عن فضيلة المحبة في قمة البحرين جلالة الملك يؤكد أن الأردن ملتزم بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس الكاردنال بس بالة لرعاية غزة أحبكم وأرافقكم وأتابع أخباركم الأمانة العامة للشبيب المسيحية في الأردن تستضيف شخصيات يمثلون ثلاثين دولة عربية وعالمية للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورساتجو دوت أورج طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة